مع المستوى السلاف قد تباينت أسعار الطاقة والعملات الرقمية وسط ارتفاع المعادن النفيسة هبطت أسعار النفط بنسبة طفيفة بلغت 0.5% ليسجل سعر العقودة الفورية لخام برينتل 82.44% للبرميلة الواحد بالرغم من تراجع أسعار النفط اليوم لكنها تظل مقتربة لأعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر مع تقديم الصين المذيد من التدبير لتعزيز النمو الاقتصادية أما على مستوى المعادن النفيسة فقد ارتفعت أسعار الذهب عالميا خلال تعاملات اليوم ليصعد سعر المعادن الأصفر بنسبة طفيفة بلغت 0.2% عند 1962$ للأوقية ارتفعت أسعار الذهب في تدولات اليوم مع استكرار الدولار قبل بدء اجتماع الاحتساطية الفيدرالي في وقت لاحق اليوم الذي سينتهي غدا وسط توقعات واسعة النطاق برفع الفائدة 25 نقطة أساس على صعيد العملات الرقمية فقد هابطت عملة البيتكوين بنسبة 0.50% لتغلق تحت مستوى 30 ألف دولار وتراجعت البيتكوين بصورة طفيفة خلال تعاملات الثلاثة مع ترقب المستثمرين لاجتماعات بنوق مركزي قبر هذا الأسبوع اشتركوا في القناة